وينضم إليه الآن من لندن جيمس بوترفيل محلل استراتيجي للاستثمار لدى كوين شيرز أهلا وسهلا فيك جيمس وشكرا جزيلا حضورك معنا هذا الصباح التفرق بالسلع الأساسية واسعة النطاق بلا شك أسعار المواد الخام من الصلب للصوية وغيرها عند أعلى مستوياتها في سنوات الآن السؤال هو هل هذه عودة مؤقتة ارتداد من أيام الوباء أم هل هي تحول جديد في هيكل الاقتصاد العالمي بصراحة إذا كنت صادقا معك أنا لا أجد أي اقتصادي عقلاني يستطيع الإجابة عن هذا السؤال بالتأكيد هناك ضغوط تضخمية وربما تكون هذه الضغوط مؤقتة لكنها أيضا قد تكون دائمة لنأخذ على سبيل المثال العوائق الموجودة في الإمدادات موضوع الشحن وموضوع الشحن الجوي كل هذه الأشياء تتسبب بعوائق في السلاسل التوريد وهناك أيضا ارتداد في الطلب على الإسكان في جميع أنحاء العالم هذا الأمر قاد إلى طلب مرتفع على السلع لكن لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يقول إذا كان هذا الأمر سيترجم إلى شيء أكثر ديمومة في الوقت الحاضر الآن التخوف من أن يترجم هذا الارتفاع بأسعار السلع بارتفاع بأسعار السلع للمستهلكين بأن يصبح هذا الارتفاع بأسعار السلع يتحول إلى دورة تضخمية بالوقت الحالي الشركات فعليا تنتصوا بشكل أساسي وطأت هذا التأثير ما يدفع تضخم المصانع في بعض البلدان بما فيها كما سمعنا قبل قليل الصين لكن عاجلاً أم آجلاً هذا سيجعر به المستهلك ماذا حينها؟ أرقام أسعار المستهلكين ليست مرتفعة هي عند الرقم 55% على المستوى العالمي أما إذا نظرت إلى أسعار المنتجين فهي في المئينية 90 هي أعلى هي عند 7.1% عالمياً وأنا أتفهم سبب قلق الناس بسبب ذلك لكن الكثير من هذا الأمر مرتبط بالفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى في أنحاء العالم وكيف يتصرفون إذا اتخذوا خطوة خاطئة ساعتها يمكن أن نرى التضخم يخرج عن السيطرة هذا يعني تزايد اتباع إجراءات متساهلة من البنوك المركزية وما رأيناه في حقيقة الأمر من الفيدرالي في الاجتماع السابق قبل بضعة أسابيع كان هناك شيء من التشدد الذي جاء أكثر من المتوقع إذن قد نرى بنوكاً مركزية أكثر تشدداً والبنوك المركزية قادرة على السيطرة على الوضع وهي يجب أن تكون أقل تساهلاً وإلا فإننا سنكون أمام مشاكل تضخم عالمية جدية لكن يبدو بأن الفيدرالي للآن مطمئن لأن هذه المشكلة لن تأتينا في أي وقت قريب وبالتالي يعني ماسكين أعصاب كما يقال هناك مشاكل أخرى تأتي طبعاً مع ارتفاع أسعار السلع عندما نتحدث عنها نتحدث أيضاً على الأزمة التي تجد الصين نفسها فيها وتحاول خفض أسعار الخام من خلال وضع قوانين وقيود جديدة إن كان على تداولات أو غيرها فهل هذا يتماشى مع ما يمكن تحقيقه لفائدة الاقتصادات الأخرى أم هل فيه فقط فائدة للآن على الاقتصاد الصيني أنا برأي أن هذا الأمر سيفيد الاقتصاد الصيني لوحدة هذه القيود التجارية المفروضة على المدى البعيد لا تؤثر تأثيراً كبيراً البنوك المركزية في أنحاء العالم لديها تاريخ من ارتكاب الأخطاء تاريخ حافل وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع التضخم باول قال وأمريكا قالت أنهم لا يمانعان ارتفاع التضخم عن المستهدف وقال أن الناس لاجب أن يأخذوا الدوت بلوت أو التوقعات المستقبلية للفائدة طالب الناس أن لا يأخذوها على محمل الجد والمستثمرون قلقون من هذا الأمر وخاصة أن السجل السابق لبنوك المركزية غير جيد في التعامل مع التضخم وهذا يخلق المستثمرين انظر إلى ما حصل في أواخر السبعينيات وسترين مثالاً واضحاً عن ذلك إذن هناك استثمارات أكثر في الذهب وأيضاً في العملات المشفرة مثل بيتكوين نتيجة لذلك بالعودة إلى أسعار السلع المرتفعة للغاية وكثير من الأموال تجنى فعلاً أو أن الأرباح تجنى في هذه الارتفاعات بشكل سريع هل نشتري السلع الآن أم هل ارتفعت أسعارها بشكل أنها الآن بدأت تدعو لبعض التصحيح بشكل عام هناك استثمارات ضئيلة في السلع ولا بد من الاستثمار فيها للتحوص ضد فشل البنوك المركزية جيمس باترفيل محلل استراتيجي للاستثمار لدى كوين شيرز شكراً جزيلاً لك